السلام عليكم متتبعي الكرام على قناة فرح شانال في هذا الفيديو سنحضر وصفة سباراغو أو نبات الهليون أو السكوم لبزاف الناس اللي يعرفوه زوين وصحي نحضر وصفة صحية بامتياز بطريقة ديالي صراحة هاد الوصفة علموه ليا الناس بسبانيا لا يجازيهم بخير نمرو الطريقة ديال تحضير هاد الوصفة نحتاجه لسباراغو اللي اخدينا قطعناه ووصلناه نضع مقلة على النار ندير فيها زيت الزيتون تقدرو تديرو زيت عادية ديال الطياب وغادي نديرو هاد الوصفة ديالنا في المقلة دائما النار تكون مهيلة ما نديروش العافية مجهدة غادي نضيف ليه التوم التوم تبقى على حسب الرغبة ديالكم را اللي درتو ديال التوم ماشي مشكي ثلاثة الفصوص ربعات الفصوص ماشي مشكي ره التوم ما كتجيزوينه فيه وصحية كيف ما كان عارفو غادي نضيف ليه الملح باش يطلق لنا الماء وشوية ديال اللي بزار هاد البصفرة كطيب بسرعة او تقدرو تديرو هالعشاء او الغداف دقيقة تسعين كتكون واجدة بسرعة كنحركو هاد المكونات وما غاديش نخليهم يتقلوا في الزيت باش ما تحرقش لي الزيت وباش ما يتقلاش لي ويجيني بطريقة صحية غادي نضيف ليه شوية ديال الماء شوية ما نكترش كيف ما شفتو ضفت تقريبا واحدة الربع كاس ديال الماء وغادي تعطيني النتيجة نفسها هاد الوصفة هوا ما تقلوها في الزيت تقلو اللي سبرقو مع التومة في الزيت انا كنضيرو بهالطريقة باش نبقى المكونات ديالو فيه ما يتحرقش ليه وما يتقلاش كنغطيوه وكنخليوه حتى تيوجد هادك الصاد كيرجع عليه ما نخليوش المقلع ريانة كيف ما كتشوفو ها هو هنا يا وجد طب كتقيسو كتلقوطات ضغية كيطيب واخر حاجة غادي نضيف ليه هو البيض تيبقى على حساب الرغبة ديالكم بيتو تكترو او تقلو انا هنا يدر ثلاثة وضلبيضات كندير واحدة الحفيرة بالمعلقة وتنخوي البيض باش يبقى ليه شكل ديالو مزوين هاد البيض كيف ما ممكن تحركوه انا غادي نخليه هكدا تقدرو تخلطوه مع الاسباراغو تاوا كيجي مزيان الحساب الرغبة ديالكم انا خليتو مع له هاد الشكل كيف ما كتشوفوه سديت عليهم باش كيرجع عليهم السهدو كيطيبو فالاخر دفتليهم شوية ديال الكامون اللي ما كعجبوش ما يضيفوش را كيجي زوين هدي هي الطريقة ديالي في تحضير الاسباراغو كيجي اكتر من رائعة ومعتمدها وهذا هو الشكل النهائي ديالوصفة اليوم تنقدموها بصحة والراحة متمنى فيديو اليوم يعجبكم اللي اعجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والاشتراك والبرتاج ومن تعالقكم زويني اللي كيحفزوني شكرا لكم على المتابعة الى وصفة قادمة بحول الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة